أقل من 24 ساعة بتفصلنا عن اللي كلنا منفكر فيه مالشو بكرة مباراة الغد على أستاذ القاهرة ما بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022 الإفريقية وكلنا مترقبين هذه المباراة مباراة بالغة الأهمية وممكن نقول عليها مصيرية لأنه الحقيقة لا بديل عن الفوز ولا بديل عن الحفاظ عن شبكنا نظيفة عشان نسهل على نفسنا المشوار في مباراة العودة في دكار يوم الثلاثة الجاي يوم 29 الاستعدادات على قدم وصق ويمكن كارلوس كيروش الموديل فني المنتخب المصري في تصريحاته النهاردة كان بيقول أنه الروح اللي موجودة لدى لاعبي المنتخب بيقول أنا ما شفتهاش بالشكل ده قبل كده وإحنا كلنا ثقة بأن المنتخب المصري هيخد هذه المباراة مش بفكر أنه يتعادل مثلاً أو يجيب جون لا إحنا محتاجين جونين ثلاثة أربعة ونحافظ على شبكنا نظيفة عشان نسهل على نفسنا مارش العودة إن شاء الله في دكار كلنا منتظرين بفارغ الصبر هذه المباراة الهمة واللي نقدر نعتبرها مباراة الغد دي إن شاء الله هي مفتاح التقاهل لكأس العالم قبل بقى منتكلم في مباراة العودة مباراة بكرة هي مفتاح التقاهل لكأس العالم إن شاء الله وعلى ذكر المباراة نفذت تذاكر المباراة 60 ألف تسكرة اتباعوا وده عنصر من العاصر مهمة جداً الحقيقة وجود الجمهور من الحاجات اللي كانت مباشرة جداً ومطمئنة لأنه تشجيع الجمهور للمنتخب يزود جدل عزيمة والحماس والروح القتالية لدى اللاعبين ربنا وفق رب منتخبنا الوطني في مباراة الغد إن شاء الله